مشروع كفالة الكتب الصوتية اكفل كتابا صوتيا يكون لك صدقة جارية وتنفع به المسلمين التفاصيل تجدونها في صندوق الوصف أصحاب القراءة الجديدة والمصطلحات الغريبة إن من الملاحظات العامة على أصحاب هذا المنهج التشدق بالألفاظ والتمعوك بالمصطلحات بقصد الإغراب ومن طرقهم الشائعة في كتبهم ومصنفاتهم ختم المصطلحات بوية لإعطائها مدلولات جديدة وغريبة لا يعرفها أحد غيرهم فالسلفية تتحول إلى سلفوية والسلفي إلى سلفوي والأصولية إلى أصولوية والأصوليين إلى أصولويين والنصيين إلى نصويين والماضي إلى ماضوية التاريخ والتاريخي يتحول إلى تاريخوي أو النزعة التاريخوية والأخلاقية تصبح الأخلاقوية والإسلامي إلى إسلاموي أو إسلاموية كل ذلك مصحوب بأسلوب ماكر في استعمال المصطلحات الغامضة كالغنوصية والإبستمولوجية والإمبريقية والأنسنة والمستقبلوية والأنطولوجية والبلشفية والمنشفية والديلكتيكية والسيوكولاستيكية والزمكانية والميكانزماتية والسيميولوجية والهرمونوطيقية والديماغوجية وعندهم شغف شديد بالكلمات التي تنتهي بلوجيا فترى أحدهم يقول مثلا على المستوى السيكولوجي والسيوسيوليجي والأنتربولوجي وألفاظ كثيرة غيرها باهر بها كثير من السذج من المثقفين وظنوها علما فلاكتها ألسنتهم في المجالس ورسمتها أقلامهم في الكتب لكي يقال عنهم متنورون متحضرون عصريون والقراء لا يملكون إلا أن يشهدوا لهم بالعلم والتعمق فيه مع أنهم لا يفهمون شيئا من كلامهم وكما قال صلى الله عليه وسلم إن أخوفا ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان رواه أحمد وصححه الألباني والعجب أنهم أنفسهم يعترفون بعدم فهمهم لها فهاشم صالح الذي ترجم كتب محمد أركون يعترف بأنه لم يستطع أن يفهم هذه المصطلحات إلا بعد عشر سنوات وبعضها بعد ثلاث سنوات من الدراسة في المعاهد الفرنسية حتى استطاع أن يتصور معناها كما أراد مستعملوها ترجمة نانسي قنقر